آه بس ممكن في حاجة بس عاوز يعني نديها كريدت ليه علاقة بمنتخب مصر قبل ما نروح لي وسام أبو علي يعني لو ينفى ناشي كان فيه لقطة حلوة النهاردة لعمر فايت والحمز علاء والحسام عبد المجيد في الشروط التاني اللقطة دي بتوريلك ان الفرقة منتخب مصر وإلمبي بجد هما واضح ان كلهم على قلبه رجل واحد زي ما بيقوله والفوارق الفنية في أي لعبة في العالم الفوارق دي بتقل عن طريق انت بقلبك وروحك وبتلعب بالقلب اللي جواك عشان خاطر ايا كان الفرقة والمنتخب انت بتلعب له كان فيه كرة في الشروط التاني اللي يجي نستعرض لقطة بتاعة عمر فايد وحسام عبد المجيد عمر فايد سرح شوية يعني هو ايه يعني هو عمر فايد كان اللعيبة اللي بتاعده تاخد الكرة وتزق شوية بس في الوقت المنتخب مصر كان كاسبين فيه واحد سفر خاد الكرة عمر فايد وبدأ يزق 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 وبعد كده الهجمة تحولت هجمة مرتدة على منتخب مصر هاته شباب اللقطة عشبه ردت الفعل بتاعة حسام عبد المجيد بتاعة حمزة علاء لما الكرة طلقت قاوت توريك الشكل اللي كان عامل ازاي او اللعيبة ازاي بتبقى قلبها على قلبه بعض فاللقطة اهي معنا طبعا زي ما انت شايف اللي معاك كرة ده مين اول حاجة نبص فوق ديها تسعة وستين مصر كاسبانة واحد سفر فاضلت لتسعة ومماتش انتهى عمر فايد سرح شوية بالكرة نكمل لعب الكرة لابراهيم عادل نكمل الفريم اللي بعده اول ما لعب الكرة لابراهيم عادل فضل عمر فايد سرحان فبالتالي مين اللي واقف لوحده واره خالص حسام عبد المجيد اول ما براهيم عادل هياخد الكرة هيحاول يعمل وان تو او هيحاول يعمل دابل باس مع عمر فايد الكرة تقطعت بص هنا عمر فايد مين ده؟ ده عمر فايد مساك مصر مساك منتخب مصر فالكرة لما تقطعت تحولت هجمة مرتدة قوية جدا على منتخب مصر أول ما الكرة هتتلعب طبعا أعبال ما عمر فايد بيرجع لما الفريم يفتح بعديها كمان بص يا كريم الشكل صعب جدا 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 وانت كسبان واحد سفر فيه اتنين تاير مرحين على حسين عبد المجيد بزبط كده أول بقى ما الكرة تلعبت صراحة أحمد عيد اللاعب واحدة من أجمل كرة بعد كده وقفت بص بقى هنا حمز علاء وحسين عبد المجيد لوضع حصل تعنيف كبير جدا من كل في الملعب لعمر فايد طبعا يعني تعنيفة منه ومن بعض هنا حمز علاء بيتكلم معاه ولو يعني بيقوله يعني خلاص احنا زي ما احنا وشد حلق وما تدقش وما زالش حبنتكلم عشان طبعا انا مش عارف يقول ايه بس واضح من الصورة الصورة حتى كمان بعدها هنا حسين عبد المجيد لو هو ممكن يكون حسين برضو من اللعيبة اللي لم وجامد شوية فبيقوله يا عمر يعني لو هو مش وقت او خلاص احنا كذبين واحد سفل لازم نحافظ على النتيجة حتى بعد كده عمر فايد بيحاول ان هو يبرره الموقف فاللقطات الصغيرة ده كريم انا بنبس لما شوفها في اي منتخب اي منتخب كورة عند بول بسكت لان دي اللي كانت بتكسبنا في اوقات كتيرة جدا كانت الفرقات ما بيننا وما بين الفرق اللي بنلعبها كبيرة جدا ولكن القلب والروح والرجولة اكيد بتغطي عن المفرقات الفنية عظم